بينضم لينا دلوقتي المستشار الدكتور بهاء الدين أبو شقة برحب بحضرتك يا فندم حضرتك كان ليك في هذه الذكرى كرئيس لحزب الوفد تصريح مهم جدا بأنه التاريخ سجل المواقف الوطنية لزعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول مصطفى النحاس فؤاد سراج الدين يعني هذا التصريح النهاردة حضرتك وإحنا بنتحدث عن هذه الذكرى شايف إيه أهم الأمور اللي تذكر فيها وإحنا بنتكلم عن سيرة حافلة بالمحطات الوطنية يعني ما يستفاد من باحتفال اليوم بذكرى الزعماء الثلاثة أنهم كانوا نموذجا صادقا للوطنية والشجاع والتفاني بالدفاع عن مقدسات الوطن وعن استخلال الوطن وعن حرية المواطن والدفاع عن الدستور، الصدام مع القصر، الصدام مع الاستعمار، العمل لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة المواطن كنا أمام ثورة، هذه الثورة ما زالت محل بحث لدى الكثيرين والمؤلفين والباحثين كيف أن شعب مصر في ذلك الوقت 11 مليون مواطن عندما يتوجه بعد الزغلول ورفاقه عبدالعزيز بفاهم وقتها وعلي بيش عراوي إلى السير وينجل ويوم 13-11 سنة 2016 اللي هو عيد الاسبتلال وبنحتفل بمصر الوطن والمصريين جميعاً على أنه رمل بالكفاح المصري وبقال لهم أنتوا تتكلموا بسببتك وإيه شوى عظمة الشعب المصري عندما نكون أمام ثلاثة مليون توكيل لسعد الزغلول في أنه وكيلاً ونائباً عن الأمة في وقت عدد سكانت 11 يعني فيهم أطفال وفيهم شيوخ وفيهم نساء في ذلك الوقت الكل يفوضوا لأنه متحدد ونائب عن الشعب المصري ثم بعد ذلك نكون أمام تطورات ثلاثة عشر عندما اندفعت الثورة يوم تسعة مارس سنة 2019 لنرى عظمة هذا الشعب لأن ثورة الثعتاشر عندما نلخصها الكلمتين أنها إرادة شعب وزعام الزعيم ويمكن هذا تجلى واضحاً هذا المشهد في الثورتين الحقيقيتين الشعبيتين ثورة تعتاشر وثورة ثلاثين يونيو 2013 لما رأينا في ثورة تعتاشر الشعب المصري وزعيم بيخوضوا ورأينا في ثورة ثلاثين يونيو الشعب المصري ثلاثة ثلاثين مليون مصري في وقت واحد في كل ربوع مصر الجميع يخرج لحماية الدورة المصرية ونجد القوات المسلحة المصرية الوطنية وقتها كان الرئيس عالفتاح السيتي وزير الزفاع بتقف إلى جوار هذه الإرادة وتحني مصر من ثورة ثورة ثلاثة رأينا فيها ومن النتائج التي ترتبط على هذه الثورة رأينا البشوات والحرفيين والمرأة المصرية لأول مرة تخرج في الثورة وفي المظاهرات التي تطالب الاستقلال التام أو البوث الزؤام نموت ونموت وتحيا مصر رأينا القسس سرجيوس يقطب في الأظهر والشيخ دراد يقطب في الكنيسة ثورة حتى الآن بيؤرق ونجد فيها من العبرة الثورة الوحيدة التي أسست لدولة وكان من نتائجها تصريح 28 فبراير في فترة مصر عن الولاية الإسطانية وكنا أمام نصر دولة ذات سيادة وكنا أمام دستور وكنا أمام انبساق لحياة وطن الديمقراطية لنشهد برلمان ومجلس نواب ومجلس سيوق وكنا أمام أفرادت هذه الثورة كباب الثورة اللي إنا محمود فحم النقراشي وإبراهيم عبدالهادي وغيرهم كانوا زعماء ووصلوا بعد ذلك إلى رؤتاء حكومات رأينا فنانين زي مثلا مختار وأذباء زي العقاد وخلافه رأينا قوانين صدرت في ظل حكومة الوفد التي جاءت من رحم الثورة الثورة والقوانين قصة بالعمال والقوانين قصة بالفلاحين كل هذه رأينا مجلس ورأينا تلك العبارة الكاردة التي قال الدكتور طاعثين وزير المعارف في ذلك الوقت أن حق المواطن في التعليم في حقية الماء والهواء ثم ألو ألو إحنا سمعين حضرتك يا دكتور بها يعني مجتمتعين بالحديث عن يعني قوانين صبت في صالح طبقات كانت محتاجة للنظر تفضلي فنان هل توقفت الحركة الوطنية عند وفاة سعزالون استمر مصطفى النحاس دعيما ومدافعا ويستائرا على ذات الطريق والضرب الذي صار في سعزالون معهد ستة ثلاثين ألغاها لتنحصر قوات الاحتلال في مدن القناة ثم عندما أتت حكومة الوطنية في يناير ساعدة وخمسين وقف مصطفى النحاس في البرلمان وقال لقد طالبتكم من قبل بتوقيع معهد ستة ثلاثين واليوم أطالبكم بإلغاء معهد ستة ثلاثين وكنا أمام ثورة ثانية وحقيقية ضد الاحتلال في ذلك الوقت كان فيه كمان جزء خاص بالتعليم كان فيه كمان جزء خاص بالتعليم يا دكتور بها مجانية مجانية التعليم يعني كل اللي حريك بتقوله ده يا دكتور كان يعني بيجعل هذا الحزب أنه حزب الجلاليب الزرقاء زي ما بيطلق عليه ومفخرة للمصريين جميعا لأنه ده مفخرة للمصريين لما نجد واقع يوم 25 يناير تحاصر القوات البريطانية مبنى المحافظة وتطلب الاستسلام جزء باشا مصطفى رفعت تحدث تليفونيا مع فؤى باشا قال له نعمل إيه قال له قاتلوا حتى آخر طلقة وآخر قولي كان وزيرا للداخلية فؤى السراء جديد وتخطى العديد أكثر من كذا وخمسين شهيد القوات البريطانية عندما انتهت البعركة حيت القوات المصرية على هذه البسالة وهذه الشجاعة هذه هي العبرة ولذلك لما نجد فيها بتقول في ذلك العبرة لقول الألباب وبتقول فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين احنا بهذه المناسبة بنذكر المصريين جميعا وليس الوضيين أن منذ أكثر من مئة سنة ما مئة عام كان في مصر رجال كافحوا وناضلوا وكان هناك زعماء قادوا بكل شجاعة إيه اللي مطلوب دلوقتي يا فندم؟ دكتور بها الدوري اللي بيقع دلوقتي على هذا الحزب ثم جاء بعد ذلك أبو 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 أشيط راج الدين عندما في عصر السادات وعودت عاد بحزب الوض قويا في سنة ألف وتسعمية تمانية وسبعين وكنا سنة أرباح وثمانين أمام جريدة الوض كجريدة قوية بتعبر وبشجاعة وبإمانة الراحل مصطفى شردي كان رئيس التحرير كانت صوتا للمصريين جميعا وليس للوضيين إيه اللي مطلوب يا دكتور بها في الوقت الحالي لاستمرار البطولات دي؟ 23 أغسطس سنة 27 مصطفى النحاس 23 أغسطس سنة 65 وأبو أشا في 9 أغسطس سنة 2000 دكتور بها مش عارفة لو حررك سمعني سؤالي المطلوب من الحزب الآن يعني استمرار البطولات دي، الوقوف أمام التحديات، الوقوف بجانب كمان الدولة كقضية قومية في مجالات كتيرة جدا بتقف الدولة بكل مؤسساتها، بكل هيئاتها وأحزابها أمامها دي هي مبادئ ثوابت الوابت، ثوابت الوابت، ولذلك يعني بيسألوا في إحدى المناسبات بقولون إيه هي برنامج حزب الوابت قلت حزب الوابت لديه ثوابت، مش حزب لسه وليد هيعمل برنامج لديه مبادئ وتوابت وتقاليد أرساها زعماء عظام سعد زغلور ومصطفى النحاس وآس رايد الدين إحنا بنسير على هدى وعلى ذات الطريق الذي سار عليه الزعماء الثلاثة بنقف إلى جوال الدولة المصرية ومن مبادئ حزب الوابت أنه لا يقبل بأي صورة وأنه يضحي بالمال وبالنفس وبكل نفيذ في سبيل حماية الدولة المصرية عندما كنا أمام أزمة ليبيا وأزمة شب النهضة في عز أزمة كورونا دعونا مؤسسات الحزب وأصدرنا بيان واضح أن حزب الوابت يقف إلى جوار القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤيده في كل ما يراه لازما بحماية الدولة المصرية في هاتين الأزمتين بل أكثر من ذلك أرسلنا إليه برقية بهذا المعنى وأرسلنا الاستفارات الأجنبية باللغة العربية واللغة الإنجليزية نص هذا التأييد ونص هذه الرسالة لنعلن أن حزب الوابت وإن كان مصنفا أنه حزب معارضة وطنية بمبادئه التي تحم الدولة ولا تسمح بأي صورة من الصور بأي اجتراء على الدولة أو مؤسسات الدولة في هذا المجال في كل مجال دفعنا فيه عن الدولة المصرية في لقائي مع بندوب الاتحاد الأوروبي للبقرانات الأوروبية بتقول لي حقوق الإنسان في مصر قلت لها حقوق الإنسان في مصر المصريين لا يحتاجوا إلى أحد اللي يدفع عن حقوق المصريين المصريين هم اللي يدفع عن حقوقهم بنفسهم ولعل ذلك ظهر جديا في ثورة 30 يونيو صحيح ثورة شعبية مصري على استعداد أن يموتوا جميعا لحماية هذا الوطن تحت ذات الشعار الرفع في ثورة 19 نموت ونموت وتحي مصر شكرا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد على وجودك معنا شكرا جزيلا يا فندم على هذه النظرة على التاريخ المصري وعلى أيضا حزب الوفد ومحطات كان فيها هذا الحزب محققا لخطوات نكحة ووضحة كمان في عمر هذا الوطن